اهلا بكم الى نشرة مفصلة للانباء نبدأها بالعنوين مادورو في طهران اتفاق تعاون استراتيجيا بين ايران وفنزويلا تأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العسكري وطهران تسلم كاركاس ناقلة نفت ثانية تنديد واسع بالاعتداء الاسرائيلي على مطار دمشق ايران وروسيا تعدانه انتهاكا لكل القوانين وحماس ترى فيه تأكيدا لمنطق الارهاب الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من اللعب بالامن القومي للبلاد ويقول لن نكون شهود زور بكين تلوح بسحق اي مساع لفصل تايوان وتدعو واشنطن الى عدم اثارة الصراعات وعزير الدفاع الامريكية تحدث عن نشاط صيني استفزازي وقع الرئيسان الفنزويلي نيكولاس مادورو والايراني ابراهيم رئيس مجموعة اتفاقيات ابرزها توسيع التعاون المشترك لعشرين عاما وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايراني قال مادورو ان امام بلاده طريقا طويلا في مواجهة العقوبات وانها ستخرج منها مرفوعة الرأس بدوره وصف رئيس العلاقات مع كاركاس بالاستراتيجية والقوية مشيرا الى ان فنزويلا اثبتت انها نموذج يحتذا به في الاستقلال والتصدي للامبريالية بترحاب لافت استقبل التهران الرئيس نيكولاس مادورو علاقة قريبة تجمع البلدين منذ عقود برغم المسافة البعيدة التي تفصلهما جغرافيا تتقطع العلاقات عند منعطفات عديدة ابرزها مواجهة الهيمنة الامريكية وتحدي العقوبات يرسم الطرفان خارطة طريق للعلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقية استراتيجية لعشرين عاما تعد نقطة تحول في العلاقات بينهما توقيع وثيقة تعاون شاملة بين البلدين يعكس عزم القيادتين في ايران وفنزويلا على تعزيز العلاقات بينهما في المجالات المختلفة وحكومتنا تمضي بجد نحو تعزيز التعاون مع فنزويلا في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والدفاعية ركزت حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي على الاهتمام بالعلاقات مع الجوار ودول اسيا لكنها لم تنسى تعزيز العلاقات مع دول امريكا اللاتينية ولسيما فينزويلا التي بدأت علاقاتها مع تهران تتوتض منذ زمن الرئيس الراحل هوغو تشافز توجد قطاعات متعددة للتعاون مع ايران اهمها الطاقة والنفط والغاز ونحن مهتمون بتجربة ايران التاريخية في مواجهة العقوبات وبتطورها التكنولوجي واليوم ارى ان مستقبل العلاقات الثنائية سيكون باهرا تتم فينزويلا بالتجربة الايرانية الفريدة في مواجهة العقوبات وبتحويل التهديد الى فرصة لذا يتخطى تعاون المستوى الاقتصادي الى كافة المجالات ولسيما العسكرية منها كل الطرفين يتعرض لضغوط اقتصادية امريكية والتبادل النفطي بينهما جاء لمواجهة العقوبات الامريكية وهذا التعاون هو ما اثار انزعاج الامريكيين طرى طهران انه لا يمكن مواجهة العقوبات الا بالمقاومة فهي كلمة سر بصمود السلطات والشعب هنا في وجهة ضغوط القصوى ولتحويل التهديد الى فرصة من حمرية طهران الميادي الرئيسان الايراني والفنزويلي شاركا عبر تقنية فيديو كونفرنس من مراسم تسليم ناقلة نفطا ايرانية ثانية الى كراكاس الناقلة التي تحمل اسم افراماكس صنعتها شركة صدر لزناعات البحرية في ايران لمصلحة فنزويلا نصح قائد القوة البحرية في حرس الثورة الايراني علي ريدا تنكسيري الدول الشقيقة والصديقة في منطقة الخليج بعدم اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني لانها بذلك تقوض امن المنطقة خلال تفقده قوات بلادي في جزيرة طنب الكبرى قال انه اذا سمح احد لاي سبب من الاسباب للكيان الصهيوني بالوجود في المنطقة فانه سيتسبب في انعدام الاستقرار الامني له وللمنطقة على خط اخر ذكر موقع مونيتر الامريكيان زيارة الخاطفة لعئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنت لابوظبي جاءت في سياق تعزيز المواجهة ضد ايران ولفت الى ما ابرزه البيان المشارك الاسرائيلي والاماراتي عما يسمى النهوض بالهيكل الاقليمي وهو التحالف بين اسرائيل ودول وصفها الكتب بالسنية وذلك يظهر بوضوح الاستراتيجية الاسرائيلية الامريكية في مواجهة ايران وفق المقالة دابت قبرص قبل ايامين على التأكيد ان مناورات مركبة النار الاسرائيلية على اراضيها لم تكن محاكاة لحرب ضد لبنان وحزب الله مواقفו סחירה من الاعلام الاسرائيلي בעתיבי הגיירה סחיכה קשה באימונים קל בקרב זה ידוע אור הלר עם לוחמי הצנחנים בקפריסין במיטה הגדול המדמה את כיבוש לבנון תרגיל פשיטה ברומק הרחק מגבולות ישראל שנערך השבוע והסתיים היום קפריסין מדמה הפעם את לבנון צהל ערך תרגיל אימונים בקפריסין ובחדשות ידעו לספר לנו מה או יותר נכון מי המטרה של התרגיל המסר לחיזבאללה כתבנו בתרגיל הענק של צהל בקפריסין שדימה את המלחמה הבאה בלבנון זה דומה מאוד במה שמנחלנו בלבנון נכון צריכים דנועים מבוצרים ספוכים היכולת לפגוע בנחסים הכי חשובים של חיזבאללה אתרי השיגור בעומק לבנון מפקדות ומתחמי הבחירים של הארגון הבננו חיזבאללה בלבנון התרגיל בקפריסין דימה את המלחמה הבאה בלבנון אפילו כיבוש שלה ונשמע לאוזניים ישראליות לפחות כמעט טריוויאלי מסתבר שלא לאוזניים קפריסיות كانت بحول استضاع ולא מכוון נגד אף מדינה באזור אף מדינה באזור מה פתאום גם לא איראן כמו שטוען ארוץ הסעודי אל חדד איראן לבנון קפריסין העיקר שמתרגלים לא אז מי משקר יכול להיות שסתם המצאנו כאן בישראל מטרות ספוילר לא בתר צהל נכתב רשמית במהלך החודש תרגלו כוחות צהל התמודדות עם אתגרים ואירועים מתפרצים במספר זירות לחימה במקביל תגמי קוד בזילה תספונית מטינה תספונית ספויל איך גמי שדד وزר الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن الاعتداء الإسرائيلي المستمر على سوريا يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية وفي اتصال هاتفيا مع نظره السوري فيصل مقداد ندد عبداللهيان بصمت المجتمع الدولي من جاته رأى المقداد نتال أبيب تسعى إلى زعزعة الاستقرار لإخفاء أوضاعها غير المستقرة روسيا بدورها دانت بشدة الاعتداء الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وصفة إياه بالهجوم الاستفزازي المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروف قالت إن استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية غير مقبول إطلاقا ويعد انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم دان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واستهداف البنى التحتية والمطارات المدنية ورأى أن تكرار هذه الاعتداءات تأكيد على منطق الإرهاب والبلطجة الصهيونية ضد المنطقة لافتا إلى أن محاولة بعض الأطراف التطبيعة مع الاحتلال تشجعه على توسيع عدوانه وزارة النقل السورية كانت كشفت أن الاعتداء الإسرائيلية استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وتسبب في خروج مهابط الطائرات من الخدمة بيان الوزارة تحدث عن تضرر الإنارة الملاحية في أكثر من موقع فيما طال القصف الإسرائيلي مبنى الصالة الثانية للمطار ولفتا إلى أن الاعتداء تسبب في تعليق الرحلات الجوية وفي جنوب سوريا استشهد خمسة مدنيين وأصيب ثلاثون من جراء انفجار لغم بحافلة في ريف درعا وكالة سانة أشارت إلى أن الانفجار استهدف عمال حصد القمح وأنه حدث من جراء لغم في الحافلة التي تقلهم في بلدة دير العدس يستمر التنصيق بين دمشق والوحدات الكردية في مواجهة التهديدات التركية بمهاجمة الشمال السوري محمد الخضر والتفاصيل جنود وأسلحة متوسطة وثقيلة يعزز الجيش السوري فيها نقاطه في تنرفعة ومنبج في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي حضور عسكري يكمل استعدادات الوحدات الكردية لمواجهة تهديدات تركية معلنة بمهاجمة المنطقتين قرار دمشق بالدفاع عن أراضيها يتقاطع مع تصريحات متقدمة لقوات سوريا الديمقراطية قصد بدعوتها إلى التنسيق مع الجيش السوري في صد أي هجوم من تركي إذا كان سيستخدم الجيش التركي الطيران أعتقد هناك طيران يجب أن يكون في خدمة القوات المدافعة سواء كان في شمال حلب أو في شرق الفرات ونعول على الروح المعنوية التي تتحل به قواتنا وحتى قصد التي تدافع الأرض في هذه الحالة وهذا الموقف الجديد فرضت التهديدات التركية مرونة أكبر في مواقف الوحدات الكردية تجربة الهجوم التركي على عفرين عام 2018 ورأس العين وتلتمر عام 2019 والخذلان الأمريكي فرضا على قصد إعادة حساباتها بالاستدارة إلى دمشق والتنسيق في صد العدوان كمقدمة لفتح ملفات خلاف كبيرة شوما نكث بالعهد مرة يستطيع أن ينكس مرة ومرات ومرات والمعطيات تشير بأنهم ليسوا أصحاب قرار وبالتالي هم ينفذون ما يملى عليهم إلا عندما عند الضرورة القصوى سواء كان يعول أو لا يعول ما يعول عليه هو إرادة الدولة السورية التصدي للهجوم التركي إن ما حصل يشكل فرصة جديدة لقصد للعودة إلى دمشق بديلا من الرهان على الأمريكي والبدء بتفكيك ملفات معقدة وعالقة تعزيزا لوحدة الأراضي السورية تجارب السنوات الماضية في مواجهة الهجمات التركية لم تكن مشجعة لجهة تقارب الإدارة الذاتية الكردية من دمشق لكن الخسائر الفادحة وسيطرة تركيا على مساحات واسعة من الأراضي السورية تفرض مقاربات جديدة تعيد الدولة إلى كل شرق الفرهات محمد الخضر دمشق الميادين إلى فلسطين المحتلة حيث استشهد الأسير المحرر سميح مارن إثر إصابته برصاصة في الرقبة جرى ذلك خلال تصدي لاقتحام قوات الاحتلال قرية تعبد لهدم منزل الشهيد ضياء حمرش قبل أيام الشهيد هو في السبعة والثلاثين من عمره إلى تونس حيث حذر الأمين العام للإتحاد العام للشغل نور الدين الطبوب من لعبة إقليمية مؤكدا رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي الطبوب حذر من اللعب بالأمن القومي للبلاد مشددا على أن الإضراب العام سيجري في السادس عشر من الشهر الحالي وأن الاتحاد لا يتراجع عن تحقيق مطالبه ولا يوقع وثيقة الإصلاحات ولا يكون وجوده صوريا أو شاهد زور توقفت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة الليبية ترابلوس واندلعت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليلة أمس ما تسبب في حالة من الفوضى ولها لاعبين المواطنين المنطقة تشهد عادة ازدحاما سكانيا في هذا الوقت من السنة هذه النجرة مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعلنت القوات الروسية تدمير نقطة تمركزين لمرتزقة أجانبا في خركيف بصواريخ علية الدقة الوزارة أضافت أن القوات الروسية نجحت في إسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الأوكراني وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تنفيذ أكثر من 300 تدريب قتالي خلال مناورات أجرتها في المحيط الهادئ الوزارة أشارت إلى أنه جرى استخدام أسلحة حية في 170 من التدريبات هذا وشاركت في المناورات أكثر من 40 سفينة حربية ونحو وعشرين طائرة تستضيف مدريد نهاية شهر الحليق متى حلف الشمال الأطلسي فماذا تحمل وما أهمية عقادها بالنسبة إلى إسبانيا تقرير مفادنا إلى مدريد مايك شلهوب كل شيء في العاصمة مدريد يدل إلى إجراءات أمنية مشددة مواكبة لقمة ناتو الحكومة الإسبانية ستنشر أكبر عدد من رجال الأمن خلال العقود الماضية أعتقد أن القمة في غاية الأهمية وهي تأتي في لحظات حساسة جدا سواء بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي أو إلى الأحداث في أوكرانيا وأيضا بالنسبة إلى كل ما يحصل في العالم أما على الصعيد المحلي فأن الحكومة تعاول كثيرا على هذه القمة في السياسة ما أهمية استضافة العاصمة مدريد لهذه القمة للمرة الأولى منذ عام 1997 بالنسبة إلى ما تعيشه إسبانيا اقتصاديا لا أعتقد أن القمة ستنعكس إجابا على البلاد وفي الوقت نفسه ستتحرك مجموعات مناهضة لحلف شمال الأطلسي لأن الشعب لا يوافق على رفع ميزانية السياسة الدفاعية الوضع الأمني الاستثنائي سينتقل إلى كل المدن بهدف وضع حد لأي حدث قد يؤثر على الاستقرار في حين أن المواطنة الإسبانية يعيش وضعا اقتصاديا صعبا أعتقد أن اجتماع الناتو والوضع الاقتصادي في إسبانيا مرتبطان بنحو الوفيق اليوم هدفنا يكمن في تحسين الوضع من خلال تحسين العلاقات الدولية نحن نمر بأسوأ الأوقات وعلى كل الأصعد وتحديدا فيما يخص الاقتصاد لا أفق لانتهاء الأزمة التي تسوء أكثر فأكثر الكم الهائل من رجال الأمن لا يدخل ضمن نطاق الحماية الشخصية للزعماء المشاركين في القمة إذ سيصل إلى مدريد خباراء أمن قبل ثلاثة أسابيع من عقد القمة لمعاينة مكان إقامة الوفود المشاركة على مدى يومين ستكون العاصمة مدريد أشبه بثكنة عسكرية وقد يجد المواطن نفسه تماما والبعض الآخر سيتغير اتجاهها وهذه الخطة تنطبق على محطات المترو مايك شالهوب من العاصمة مدريد الميادين اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة بإثارة الصراعات بدل الإسهام في الاستقرار وأكد في مؤتمر صحفي عقب لقاء وزيري دفاع الصين والولايات المتحدة في سنجافورة أن بلاده لن تتردد في شن حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها الوزير وي حذر من أن الجيش الصيني سيقاتل بحزم وبأي ثمن لصحق أي محاولة انفصالية لتايوان تايوان جزء غير قابل للتصرف من أراضي الصين ومبدأ صين واحدة متفق عليه بين الصين والولايات المتحدة إن استخدام تايوان لاحتواء الصين بحكوم عليه بالفشل الوزير أشار كذلك إلى أن أعلان الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة لتايوان ينتهك بشكل خطير هذا المبدأ البيانات المشتركة تقود بشكل خطير سيادة الصين يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عملية تسهم في استقرار بحر الصين الجنوبي ولا تثير الصراعات في المقابل انتقد أوستن مواصفه بالنشاط العسكري الصيني الاستفزازي والمزعزع للاستقرار بالقرب من تايوان سنقف إلى جانب أصدقائنا في الدفاع عن حقوقهم ولسيما أن الصين تتبع أسطوبا أكثر عدوانية فيما خص مطالبها الإقليمية فأسطول الصيد الصيني في بحر الصين الشرقي يثير التوتر مع الجوار وفي بحر الصين الجنوبي تقوم الصين بتعزيز بؤر استطانية تحوي أسلحة متطورة نحن ما زلنا على موقفنا بخصوص الصين الواحدة ولنؤيد استقلال تايوان ونعارض أي تغييرات أحادية الجانب من أي من الجانبين كما نؤيد حل المشاكل عبر المضيق بالحوار ولكننا مستمرون في دعم تايوان وهذا يشمل قدرتها على الدفاع عن نفسها من جهته أعرب وزير الدفاع الياباني عن قلق بلاده إذا تطور العلاقات العسكرية الصينية الروسية الأمر لا يقتصر فقط على أن اليابان محاطة بجهات تعمل لتطوير أسلحة نووية وتتجاهل القواعد ولكن أيضا عاما بعد عام تصبح هذه الجهات أكثر تجاهلا لهذه القواعد هناك احتمال أن تتعمق العلاقات الصينية الروسية أكثر ولا شك في أن العديد من الدول يشعر بقلق متزايد من الأنشطة العسكرية المشتركة التي تقوم بها الصين وروسيا وهما قوتان عسكريتان رئيسيتان قالت وسائل أعلام فرنسية أن الامتناع عن التصويت تحول إلى ظاهرة في الاستحقاقات الدستورية منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وعشية الانتخابات التشرعية أظهر أحدث استطلاعات أو استطلاعات نيات التصويت التي نشرتها محطة أرد الفرنسية أن ناخبا من اثنين سيمتنع عن الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات هذه الانتخابات النيابية تشهد معركة برامج سياسية وليكن ما بعدها كما كان ما قبلها لكن برنامج تحالف اليسار يستهدف تغيير النظام سواء بمساكنة الحكومة ورئاسة الجمهورية أم بدونها فرنسا المضعضعة المنقسمة إلى ثلاثة توجهات حادة التناقض يراهن الرئيس الفرنسي على إخمادها بعود بالتغيير مع الأداء السابق لكن تحالف اليسار بقيادة فرنسا غير الخاضعة يخض معركة سياسية لتغيير نظام الجمهورية الخامسة وتغيير منظومة الحكم على أساس 650 إجراء حكوميا في برنامجه الانتخابي يتوخ التحالف الشعبي انتزاع الأغلبية البرلمانية وحكومة مساكنة مع الرئاسة تمهيدا لاستفتاء شعبي يتيح إنشاء جمعية تأسيسية جديدة وجمهورية سادسة ما أطاحه اليسار في الانتخابات الرئاسية بسبب الخلافات في السياسة الخارجية والتبعية للنيتو والاتحاد الأوروبي يعوضه نجاح جانلوك ميلونشون في اتفاق التحالف الشعبي على حق عدم الخضوع لسياسات الاتحاد نيوليبرالية الفاقعة الإجراءات الموعودة تشمل حلولا بديلة لأزمات الإفقار والتهميش الاجتماعي بإعادة إحياء مؤسسات الجمهورية المكلة بضمان حقوق الخدمات الاجتماعية والتوزيع العادي للثروة والحريصة على صيانة القيم الإنسانية ضد العنصرية ومزاعم التفوق العرقي والحضاري استطلاعات الرأي المتعددة تختلف بشأن توقعات المساكنة المحتملة على الرغم من شبه الاتفاق على أن 63% من المستطلعين يفضلون المساكنة فيما لم يحسم كثير من الفرنسيين خياراتهم بالاقتراع أو تأييد اللوائح الاستطلاعات نفسها جزء من الحملات الانتخابية بحسب ما أظهرته نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فارقة كثيرا عن توقعاتها رئاسة الحكومة ليست هدفا بحد ذاته جموحا للسلطة والنفوذ كما يعكس كلام زعيم اليسار المتجدد بل لتغيير السياسات والنظام وحل الأزمات فالمعركة السياسية هي الهدف إذا أدت إلى رئاسة الحكومة أم لم تؤدي إليها وكلما كان الليل أشد ظلمة كانت النجوم أكثر سطوعا يقول دوستويفسكي الختام من إيران مع فيديو مؤثر لطفلتين مريضتين تمنتا أمنية وتحققت الطفلتان المصابطان بمرض السرطان تمنتا رؤية أبو ذر روحي مؤدي نشيد سلام فرمند وهي أمنية حققها لهما بزيارتهما في المستشفى في مدينة أروميا الإيرانية وأنشد النشيدة معهما اشتراك في مدينة موسيقى إلى العنوين مدارو في طهران اتفاق تعاون استراتيجيا بين إيران وفنزويل تأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العسكري وطهران تسلم كركاس نقلة نفط ثانية تنديد واسع بالاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق إيران وروسيا تعدانه انتهاكا لكل القوانين وحماس ترى فيه تأكيدا لمنطق الإرهاب الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من اللعب بالأمن القومي للبلاد ويقول لن نكون شهود زور بكين تلوح بصحق أي مساع لفصل تايوان وتدعو واشنطن إلى عدم إثارة الصراعات ووزير الدفاع الأمريكية تحدث عن نشاط صيني استفزازي دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسفانية شكراً للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر